أعزائي الطلاب السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة من محاضرات النحو العربي وهي التي نكمل فيها الحديث عن أنواع التنوين الذي هو من علامات الأسماء ونتحدث الآن عن تنوين المقابلة تنوين المقابلة هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم فقط أي تنوين في آخر جمع المؤنث السالم هو تنوين مقابلة سواء كان هذا التنوين بالكسر أو بغيره فتقول تائبات مؤمنات هذا التنوين مقابل النونة في جمع المذكر السالم في نحو تائبين ومؤمنين فكما أن علامة الرفع أو النصب في جمع المذكر السالم هي الوى والنون أو اليأ والنون فكذلك جاء هذه النون الزائدة هنا في جمع المذكر السالم في حالة الرفع أو في حالة النصب هذا هذه النون يقابلها التنوين في جمع المؤنث السالم فأسماه النحاة تنوين المقابلة وهو اللاحق لآخر جمع المؤنث السالم النوع التالي من أنواع التنوين الذي يدخل في باب علامات الأسماء هو تنوين العوض أو التعويض العوض أو التعويض شيء واحد فتنوين العوض هو ما يكون عوضا عن جملة أو كلمة أو حرف دلالته هكذا يكون هذا التنوين دالا على أن هناك شيئا محذوفا في الكلمة أو في الجملة حذف وعوض عنه بهذا التنوين فالعوض عن جملة هو الذي يلحق كلمة إذ فيكون عوضا عن جملة محذوفة واختصرنا الكلام لأن لغة العرب هي لغة الإيجاز والاختصار فهذا التنوين الصغير يدل على أن هناك جملة محذوفة في قول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله هذه الآية في أول سورة الروم في بداية السورة يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ بعد ذلك بآيات ويومئذ أي يومئذ يغلب الروم الفرسة يفرح المؤمنون فحذفت يومئذ يغلب الروم الفرسة يفرح المؤمنون حذفت هذه الجملة التي هي جملة حينئذ يغلب الفرسة الروم وعوض عنها بالتنوين الذي يسمى تنوين التعويض أو تنوين العوض وهو هنا عوض أو تعويض عن جملة كاملة النوع الثاني من أنواع تنوين العوض التنوين العوض عن كلمة عن كلمة واحدة وليست جملة وهو كثيرا ما يأتي لاحقا لبعض الكلمات مثل كل وبعض وهي منونة فيكون عوضا عما تضاف إليه أي جاء تعويضا عن المضاف إليه المحذوف ومثال ذلك قول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته والتقدير قل كل إنسان يعمل على شاكلته فحذفت كلمة إنسان وعوضنا عنها بهذا التنوين اختصار وإجاز فاللغة العربية هي لغة الإجاز والاختصار ومنها قول الله تعالى قل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على أيه على بعض ولكن أظهرت التنوين هنا عند الوقف حتى تعرف موضع التنوين في الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والتقدير فضلنا بعضهم على بعضهم فحذف بعضهم وعوض عنه بتنوين العوض عن كلمة النوع الثالث من أنواع تنوين العوض قد يكون التنوين عوضا عن حرف وليس عن جملة ولا عن كلمة وهو اللاحق للأسماء المنقوصة الإسم المنقوص مثل القاضي، الداعي، الرامي أي الذي آخره يا لازمة ما قبلها مكسور متى يا شيخنا؟ في حالتي الرفع والجر إذا لم يكن معرفا بأل إذا جرد هذا الاسم من أل مثل كلمة قاضي كان أصلها القاضي عندما حذفت من الألف واللام وجاءت في موضع رفع أو تأتي في موضع رفع أو جر نقول قاضي بلا ياء وبهذا التنوين العوض عن الياء المحذوفة كذلك غواش كان أصلها الغواشي ثم عندما جاءت منكرة بدون الألف واللام حذفت الياء في آخر الكلمة وعوض عنها بتنوين يسمى تنوين العوض وهنا هو تنوين عوض عن حرف كذلك جوار كما أصلها الجوار حذفت منها الياء وعوض عنها بهذا التنوين عندما جاءت بدون الأل وجاءت في حالتي الرفع والجر هذا ونكمل إن شاء الله تعالى علامات الإسم في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقيا